صباح الخير على كل المشاهديني معاكم توتا ومبخ توتا وشريف رب تكونوا بالف خير النهاردة حبيت ابدأ الفيديو معاكم بمنظر حلو من روما وان شاء الله هسولوكوا عماكن كتير من روما حلوة بس ما تنسونوش في اللايك واشتير عشان القناة تكبر بيكم ويا ريتل لسه ما اشتركش اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوكم ومطبخنا كل جديد انا حبيت سولوكم منظر الجميل ده من البلكونة عندي وان شاء الله هسولوكم حاجات تانية كتير قوي بس اهم حاجة طبعا تشجيعكم ليا عشان القناة طبعا مش هتكبر غير بيكم النهاردة هقدم لكم من مطبخي هنعمل النهاردة مع بعض طريقة العيش البيدي العيش الشامي يلا نشوفي الطريقة والمقادير مع بعض دول اتنين كيلو دقيق فطبعا ممكن تعملوا كيلو واحد بس انا بحب اعمل كمية كبيرة عشان بحتفز بها عندي في الفريزر المقادير معنى اتنين كيلو دقيق دول حوال نص كوباية زيت زاتون ربعمائة مل من اللبن الرايب معلقة ملح دي خميرة فورية مش خميرة طقالية فورية دول كتعة خميرة بيرة ومعلقتين سكر وحوالي كوباية مية دافية احنا الوقت هندوب معنا الخميرة وهننزل معها بمعلقتين من السكر اللبن الرايب جميل جدا في العيش الشامي فجربوه حبيبي هيجيبه جدا باذن الله طبعا لو في اي حد عنده مشاكل من الالبان يريت يستغنى عن الالبان خالص وهيعمل عيش الشامي عادي انا هنزل هنا في العجان بالدقيق والملح وزيت الزاتون وهي حد مش توفر عنده العجان عادي هيجيبه عادي على قديم ما فيش اي مشكلة طبعا كده انا نزلت بالدقيق ومعها الملح ومعها الزيت الزاتون طبعا دي الخميرة معايا بقت جاهزة نزلت بها ودول كل كمية اللبن الرايب المعايا لما الربعمية مل من اللبن الرايب واخدوا في الاخر خدت مني حوالي كوبات مية من دافية هي العجانة كده بقت جاهزة معايا خلاص هنزل بها على رخامة هرش في الاول شوية دقيق وهفضل اعجن فيها مش هقل من خمس دقايق كده في الاخر بتديني نتيجة حلوة للعيش كده خلاص بقى العجان كده جاهز معايا بقيت عجانة جميلة طرية ولا هي نشفة ولا هي طرية لو العجانة المية بتاعتها زادت طبعا احنا هنزود بشوية دقيق لو نشفة هنضيف شوية مية صغيرين لحد ما تبقى عجانة طرية معانا كده انا هريحها وهحط شوية زادتون من فوق كده وهسيبها علشان تخمر هغطيها واسيبها في مكان دافي علشان تخمر العيش الشامي ده حبيبي جميل جدا وخصوصا كمان في رمضان حلوة جدا في السحور اه في سندوتشات او سندوتشات جيبنا اه بيت شوية فول حلوة جدا وطعمه جميل هي خلاص كده بقى الجاهزة معايا خلاص هي خمرك كده ها اهم حاجة لازم نسيب طبعا العجين طبعا معانا يخمر انا كده هعملها كده اه كور صغيرة هنا هقطع الرغيف اه متوسطة انا هنا بعمل الكمية ده علشان الولادي بيحبوه اه وبيعملوا منه سندوتشات طبعا بالنسبة لهم طبعا العيش الشامي حاجة غريبة هنا طبعا في ايطاليا اه لان فيه انواع كتير طبعا من العيش الايطالي وباذن الله هصوره لكم واوركوا العيش الايطالي شكله ايه هنا عندنا بس هام حاجة انتم تشجعوني كده انا هسيبه كده علشان يخمر خلاص هو كده بقى جاهز معي كده هوت كده هو خمر خلاص معي انا هرش شوية دقيق على الروخامة وهنزل كده بالااااااااااااااا بالعجي بالرغيف كده معي هفريدو طبعا بعد كده انا بتخلص طبعا من كل كمية الدقيق ديت عشان لو نزلنا بالزغيب بالدقيق طبعا هيتحرق طبعا على طول مننا في الطاسة اهم حاجة لو انت بتفردو بالنشابة كده اا حاول ان هو ما يبقىش يعني رفيع جميد معاكم يعني بالتخلصونكو يعني كده متوسط كده انا خلاص خلصي الكمية كلها اللي معايا فردتها على طبعا على مناديل مطبخ حتيت كل رغيفة على مناديل مطبخ كده انا هغطي تاني عشان الوش معانا ما ينشافش ويعمل اشرة من فوق كده ومش هيبقى معانا النتيجة معانا مش تبقى كويس الوقت انا هروح على البطو جاز اهم حاجة للطاسة بتاعتنا تكون سخنة بس على نار متوسطة عشان الرطيف ما يتحرقش مننا انا بفضل اعمل العيش الشامي اه على البطو جاز من فوق احسن من الفورن بتديني نتيجة احسن هو كده ابتدي يبقى معانا واحدة واحدة لان هو كده خمران وخد كفايته من الكفايته حلوة او من الخمر اهم حاجة ان احنا ندي كل حاجة حقها من السعجلش عليها بالاخر بتديني نتيجة حلوة اهو قدامك اهو اهو بيطلع معانا سنة سنة جربوه الطريقة بتاعتي بازن الله هيعجبكم كده هو خلاص انا لابته كمان على الناحية التانية جميل ومش قدر اقول لكم طبعا التعم معامل ازاي والريحة طبعا اجمل انا كده خلصت كل الكمية اللي معايا هما اثنين كيلو عاملوا معايا حوالي خمسة وعشرين رغيف مفيش طبعا من احسن من العيش الشامي العيش البيتي طبعا عاملين حاجة طبعا بادينا انا الوقت هتعلقوا واحد معي عشان نشوفوا مع بعض والطريقة دي كمان حبيبي جميلة جدا في الحواوشي بس احنا مش هنسوي طبعا تسوية كاملة احنا هنستكفي بس بتسوية نص سوا اهو انا فتحت واحد معاكم اهو علشان اورهولكم من جوه اهو يميل مش هادرق لكم طبعا على ريحته عاملة ازاي يميل وطري جدا مشكلة ليكم حبيبي واستنوني طبعا فيديوهات تانية كتير ومع الف سلامة باي باي